مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبناء الطلاب طلاب الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع درس جديد في مجال الحديث الشريف عنوان الدرس فضل صلة الرحم وأهميتها الأهداف الهدف الأول أن يقرأ الطالب الحديث الشريف قراءة صحيحة لأجل الحفظ الهدف الثاني أن يعرف الطالب راوية الحديث الهدف الثالث أن يفسر الطالب معاني المفردات الواردة في الحديث الهدف الرابع أن يستنبط الطالب أنواع صلة الرحم وأقسامها من حيث الأهمية وعندنا أبناء الطلاب عدة أهداف أذكرها في حينها بإذن الله تبارك وتعالى سأل أحمد صديقه عليا هل لك عمات وأعمام وخالات وأخوال؟ قال نعم قال أحمد هل زرتهم وواصلتهم؟ قال لا لم أرهم ولم أزرهم قط لأني لم أجد فرصة لزيارتهم عزيزي الطالب بما تنصح صديق أحمد أحسنت أنصحه بوجوب صلة الرحم وزيارة الأعمام والعمات والإحسان إليهم قلت إن الهدف الأول أن يقرأ الطالب الحديث الشريف قراءة صحيحة لأجل الحفظ هيا بنا أبنائي الطلاب إلى قراءة الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري ومسلم الهدف الثاني أن يعرف الطالب راوية الحديث راوية الحديث أبنائي الطلاب هو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أصله ونسبه من قبيلة دوس باليمن كنيته أبو هريرة كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم أبرز ما علف به من أنه من أكثر الصحابة رواية للحديث ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وكان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ولايته استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على البحرين وفاته توفي عام 59 هجرية في المدينة المنورة ودفنة في البقيع عزيزي الطالب انتبه لهذا السؤال متى توفي أبو هريرة رضي الله عنه أحسنت توفي عام 59 هجرية ودفنة في المدينة المنورة عزيزي الطالب لا شك أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك سنحرص على أحسنت لاقتداء به صلى الله عليه وسلم واتباع سنته الهدف الثالث أن يفسر الطالب معاني المفردات الواردة في الحديث من صره من أحب ورغب يبسط له يوسع له ويبارك ينسأ يمد له أو ينسأ يمد له أثره عمره فليصل من الوصال وهو الرفق والعطف والإحسان رحمه المقصود أقاربه انتبه عزيزي الطالب لهذا السؤال ما معنى رحمه أحسنت أقاربه عزيزي الطالب إن الإسلام دين الرحمة ودين الأخلاق الحسنة وكل ما فيه حسن وفي هذا الحديث تذكير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بأهمية صلة الأرحام والترغيب بها من خلال الفوائد الدنيوية التي يحبها الناس مثل ساعة الرزق وطول العمر إضافة للأجر العظيم عند الله جل جلاله ومما يدل على عظمة صلة الرحم أن الله تعالى اشتقى تسمية الرحم من اسمه الرحمن فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحمة وشكقت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته أي قطعته رواه الترمذي عزيزي الطالب إذا كان اسم الرحمن من أسماء الله تعالى فكيف ينال المسلم رحمة الله جل جلاله عبر بأسلوبك بكلمات موجزة أحسنت أن أحسن معاملة الأقارب وأساعدهم ما مفهوم صلة الرحم وسط الأقارب والإحسان إليهم وإزداء الخير لهم ودفع الأذى عنهم تتحقق صلة الرحم عزيزي الطالب بعدة أمور البر الإحسان الزيارة تفقل الأحوال إنفاق المال المساعدة الهدف الثالث أن يعدد الطالب أنواع الرحم وأقسامها من حيث أهميتها عزيزي الطالب الرحم نوعان الرحم الخاصة وتشمل الأقارب كالعم والعمة وهم أولى بالصلة لقربهم ولحقهم علينا فتجيب لهم الحقوق العامة مع النفقة عليهم وتفقد أحوالهم الرحم العامة الرحم الدين وتشمل كل مسلم من خلال حسن المعاملة لقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة الأرحام حسب أهميتها أنقسم الأرحام من حيث أهميتها وأولوية صلتها إلى أرحام تجب صلتها وهم الأقارب المحارم وكلما كانوا أقرب إلينا كانت صلتهم أوجب مثل الوالدين والأجداد والإخوة والأخوات إلى غير ذلك من الأقارب أرحام تستحب صلتها وهم الأقارب غير المحارم كأبناء وبنات الأعمام والأخوال وجميع المسلمين بحكم الأخوة الإسلامية هناك أمور عزيزية الطالب تعين على صلة الرحم منها استعانة بالله جل جلاله طمعا في الأجر وطلبا للرضاه الحذر من العواقب خوفا من الله جل جلاله وتجنبا للخلافات بين الأهل المحبة والتسامح لأن الإنسان يميل بطبعه إلى من يحب مشاركة المناسبات لأنها تذكر الناس ببعضهم وتشعرهم باهتمامهم ببعضهم بعضا استحضار فضل صلة الرحم واستحضار ثوابها أيضا أكمل المخطة الآتي عزيزية الطالب معينات على صلة الرحم أي أمور تعين للنسان على صلة الرحم أحسن تذكرناها منذ قليل منها الاستعانة بالله عز وجل الحذر من العواقب المحبة والتسامح استحضار فضل صلة الرحم واستحضار ثوابها هذا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا أبنائي الطلاب مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية